الاستهزاء بالدين هل قرأت هذا المقال يا جدي؟ مع الأسف يا بني قرأته وماذا سنفعل؟ أليس واجبا علينا أن نرد على مثل هؤلاء ممن يسيئون إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع يا بني لن نصمت عن هذه الإساءة لأنها تعد استهزاء بالدين وهل يقتصر الاستهزاء بالدين على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا فالاستهزاء بالدين هو السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام أو بشيء من شعائره أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم وكيف يمكننا الرد عليهم؟ أنا أجهز مقالا وسيعلمون غدا من هو الكذاب الأشر حسنا وأنا سأقوم بنشر هذا المقال على مواقع التواصل أعرف أنه يجب على المسلم عدم موالاة المستهزئين والبراءة مما فعلوه وإنكار هذا الأمر بقلبه وكراهيته والنفور منه أحسنت وعلينا أيضا الابتعاد عن كل ما يعرض من صور الاستهزاء من مسموع أو مقروء أو مرئي وماذا إذا استطعنا مناصحة من وقع منه ذلك بالحكمة والرفق؟ فهل نفعل؟ نعم ولا نتردد أبدا فالاستهزاء كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام لقول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذن من وقع في الاستهزاء فإنه يكفر سواء كان جدا أم مازحا نعم فتعرض عليه التوبة فإن تاب خير الله وإلا أقيم عليه حد الردة والحكم بذلك وتنفيذه موكول لولي الأمر كذلك فمن سنة الله في المستهزئين تعجيل العقوبة لهم في الدنيا كما حدث لأعداء الرسل والأنبياء عليهم السلام أحسنت وكذلك أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزئوا به وكذبوه وآذوه فأصابهم القتل في الدنيا مع العذاب المهين في الآخرة قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر أستنتج من ذلك أن سبب كفر من استهزأ بالدين هو استهانته بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وشريعته وأنه ليس في قلبه شيء من الإيمان هذا صحيح وكذلك أنه لم يقم في قلبه تعظيم الله تعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا شريعته بل يحث على بغض الله تعالى ونبيه ودينه وهذا من أظهر علامات النفاق جزاك الله خيرا يا جدي سأتركك لتكمل المقال على أن تعطيني نسخة منه بإذن الله يا بني والآن عليك أن تلخص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم الاستهزاء بالدين المراد بالاستهزاء بالدين هو السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام أو بشيء من شعائره أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم حكم الاستهزاء بالدين كفر أكبر أسباب كفر من استهزأ بالدين استهانته بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وشريعته أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان أنه لم يقم في قلبه تعظيم الله تعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا شريعته يحث على بغض الله تعالى ونبيه ودينه جزاء المستهزئ بالدين يكفر سواء أكان جاداً أم مازحاً موقف المسلم من المستهزئين إنكار هذا الأمر بقلبه وكراهيته والنفور منه والبعد عن روايته ونقله عدم موالات المستهزئين والبراءة مما فعلوه مناصحة من وقع منه ذلك بالحكمة والرفق الابتعاد عن كل ما يعرض من صور الاستهزاء اشتركوا في القناة